نروح أيضا لتصريح مهم جدا من الدكتورة مايا مرسي رئيس مجلس القاومي للمرأة من جينيف وثورة 36 أنقذت حقوق المرأة المصرية ده اللي قالته دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القاومي للمرأة أن ثورة 36 أنقذت حقوق المرأة المصرية من الردة والضياع على يد الإخوان والجماعات الإرهابية المتشددة ما بين عامي 2011 و2013 أضافت أيضا خلال كلمتها في الندوة اللي عقدتها مؤسسة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على هامش أعمال دورة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف أضافت أن دستور 2014 الحقيقة أرسى قواعد المواطنة باعتبارها مناطن للحقوق والوجبات وأشارت دكتورة مايا مرسي لأن المرأة الحقيقة في مصر حققت إنجازات كبيرة جدا خلال 4 سنين اللي فاتت حيث شرعت قانون تجريم الحرمان من الميراث تغليز عقوبة الختان تنظيم عمل مجلس قومي للمرأة وتغليز عقوبة التحرش في الأربع عوام الأخيرة ده بالإضافة إلى حقوق المرأة اللي أقرت قبل ثورة يناير زي حق الخلع ومنح الجنسية للأطفال تعالوا نرجع تاني للأخبار الاقتصادية والحقيقة بنك ناصر بيعلن عن تقديم ترجمة نانسي قنقر